السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسنة بسنته إلى يوم الدين وبعد فيقول الله سبحانه يا أيها الذين أمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرته وأصيلة فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذا فإن الله يقول إن الله ملئكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيكا شيخ نزل صحيحة الحمد لله يتفضل استفدناك في سؤال الله وبركاته عندنا أخ من دماء اللي هم يعني بيتكلموا في السنة وماسك بيتكلم في السنة وبيستدل دايما بالقرآن بس بدون إن هو بيستنده على السنة وماسك حديث من الحديث اللي هي المشهورة عندنا ونحن معنين بصحة إن هو من بدل أقدينا فاقتلوه طيب ما له الحديث بيقول آيات قرآنية كتير بتنافي معنى الحديث ما الآيات التي بتنافي وما يرتدي منكم عن ديني فايموت وهو كسر وتكملت الآية ايه تكملت الآية أنا مش عارفها الله فوليك حبثت أعمالهم في الدنيا والأخيرة ووليك أصحاب النار يوم فيها خالدون ما فيش فايا ما تذكرش فيها قطر لا ما ذكر حد دنيا ودي أكبر من الحد دنيا مذكر العذاب الخروي لكن عندنا حديث الرسول لا يحل دم مريء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثايب الزاني والنفس بالنفس والتارك لديني المفارق للجماعة تمام يعني إذا غضتنا الترفع عن حديث من بدى لديناه فاقتله فعندنا الحديث الأخر لكنه لا ينكر لا يقر السنة ماذا نصنع طيب يعني أنت ماذا تريد عن أي شيء تريد أن تسأل الآن أنا عادي أردت عليه طيب يقول له هل في القرآن الكريم صلاة الظهر أربع ركات ذكرت فبتكلم في أن وجود الصلاة في القرآن على ثلاث صلاوات بس يعني عفوا أنا ممكن أجدله أو أكلمه أو أتلشاه خالص لأن لا أتلشاه خالص لأنه جاهل 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 أو ألف سنة في الكتابwość كلاب حلال وحرام وبيأكل كلاب ولا يمكنه لا يقول أي شيء طيب أنا الأمصحوا يزاهم طيب لما يمت говорح للكلاب يعني لماذا لا يأكل الكلاب ولماذا لا يأكل الحمير يعني ما الفرق بين الحمير وبين الأبل لماذا لا يأكل الحمير سأله هو رد شيخنا appelle بقول الاحاديث التي آآ لا توافق القرآن انا برده. يعني دلوقتي فصل بدأ ياخذ احاديث ويترك احاديث. ايوه. لا اضعى وقتك معه. لا اضعى وقتك معه. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا دكتور المروى بنت حسن الامير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. آآ قلت عزيز انا شيء. انا مرة حلفت ان انا مش اعمل الزنب وعملته. عملته كذا مرة. كفارة واحدة. كفارة واحدة. ايوه لكن هل بعد ان عملت الزنب حلفت مرة ثانية او لم تحلف. لا انا حلفت مرة وعملت الزنب كذا مرة. ايو حلفت مرة وكفارة واحدة لكن اذا حلفت ما تعملش الزنب وعملته كفارة وبعدين حلفت ثاني وعملته كفارة ثانية السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. آآ كنت عالت الحلقة من يومين كده شفنا على مسألة المضاربة آآ اللي مسألاش اتفاق وانتهت وكده. فانت ونتي رشوف مسألتها في السوق اللي زي اللي شغل زيك يعني مسلا وطلع عن نسبة زي وكده. ماشي. فانا سألت فرقيت اللي بقول تلاتين في المية من طريب وربعين وربعين وربعون خمسة وربعين. فقد القول المتوسط. انا 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 اخدت من خمسين قلت خليها منصفة. فمش عارض انا عملده صحة ولا خلط. يعني قلت نقسم منصفة خلاص ركح بينهم وبينهم وخلاصة. جزاك الله خير. طيب اه معنش يا سيدنا بس ناسف. اه طيب انا قلت لهم اه انا قلت الناس وعرفتها عموما يعني. وهم قالوا اللي تعملوا كده وانا انا امتها منصفة. دلوقتي انا قلت لهم الارباح دية لتبقى كثير عليها في الوقت دي لانها بقى لسنة متراكمة عليها اكتر من سنة. فانا استسمحتهم في ان هم يصبروا عليها ستة شهور. لكده انا ظلمتهم. لا ما في اي مشكلة. انا خايت بيكون في اي احراق ولا حاجة. لا لا ما في مشكلة. طيب معلش انا انا اتفقنا في المضاربة الجديدة على نسبة محددة مشاعة بس اه بمخلفة للسوق يعني السوق مثلا تلاتين واحنا اتفقنا على عشترين بس بعلمهم وباتفاقهم. خلاص. لا ما في شيء ازا كانوا موافقين. والكلام كلام واضح. كمان طب لو ضربت بمال مضاربة ده مع مضارب اخر. لا لازم تبين لهم. معه بعلمهم. لا لا كده انت هتنصب على العالم. انت لن تسمره. فهتروح تسمره مع واحد اخر. ويجي الواحد الاخر يعطيك خمسين في المئة تقدر خمسة وعشرين ومن خمسة وعشرين ظلمتهم. لا انا شغال في في شغل فعلي حقيقي بس. يا حبيبي يقول لهم سأسمى لك وعطيهم الربح كامل. تمام. انت لان تلت اعتاخذ تخليهم لربع النسبة بدل النصف النسبة ليه بس حرام عليك. هم اعطوك المال على سات الشغل ويهم خمسين في المئة وانت خمسين في المئة. تقول لانت انا سأعطيه واحد يعطيك الخمسين هو ياخد خمسين وانت خمسين تيجي انت تقسم الخمسين مرة ثانية لا يجوز لك. اتقونا شوية بيينه للناس بس يعني. مواقع ان لو بيندلهم على هزا الحالة. والله يا اخو انت ضامن ازا نصب انت تتحمل. كل الحرامية كده زيك وسطاء عفوا يعني انت تدخل الوسيط مع واحد. توصل فلوس هذا لذاك وتقطع من اموالهم ومن ربحهم وبعدين الثاني ينصب تقول انا مليش دعوة. كتب ليش فعش. ماين فعش كده. مش صوري للعام ده شهرين بس. يا حبيبي هم كده النصابون. النصابون يأخذ فلوس الناس انا اشغال لك فلوسك. طيب شغال الفلوسي كم? هدي لك خمسين في المية. وبعدين يأخذ فلوسه ويوصلها الواحد ثاني. شغال لها اندو يجبه لخمسين في المية من الاصل. هو يقسم الخمسين بينه وبين الناس. كده ما يرضيش ربنا كده. السلام عليكم. انت فاهم يا عبدالرحمن بيعمل لي. هو مش هش. انا مسلم الفلوس شغال. هو مش هشغال. يأخذ وصلها الواحد شغالها ويقسم المكسب. يعني كلام يعني ظلم واضح. السلام عليكم. عليكم السلام السلام عليكم. نعم يا حبيبي. كيف حالك اعمل الشيء? الحمد لله. اه دلوقتي اعمل الشيء فاكزنك اه قلت اه دلوقتي لو انا عليك صلوات كتير اه 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 اقدر اصلي الصلوات اه يعني مثلا النهاردة اصلي مثلا الظهر اه يعني اه يعني اه يعني اه يعني مش هغسموه مش هصلوهم كلهم. على المتيسر لك على المتيسر لك. بالطريقة السهلة السمحة عليك. يعني اخلص الفجر العلاه كله بعدين هبدأ اصلي الظهر العلاه كله. ما 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 يلزنش بقولك على الطريقة المتيسرة لك. صلي الفجر قدر الاستطاع. الظهر قدر الاستطاع. المور المتيسرة لك. لا تشدد بعد كذا. الله يسلمني. تقدم لفتاة يحبوها وهلوها رفضوه. وليس لأسباب الشراب الا اسبابها انصرية واتفقنا على الزوج ان دل مذون انها وهي من وراء اهلها. علم انها مطلقة وسمتها لا اه هذه قضية تنظر عن قرب بارك الله فيك. قد لا تكون كفأا لها قضية تنظر عن قرب. والاولياء اذا رفضوا لعدم التكافؤ لهم ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اه. تحدد. اه 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 بحرطك فضل الشيخ. بخير والله الحمد لله. يا رب دايما بخير وصحة وسعادة. رب. اياك. اه 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 حضرتك انا كان عندي سؤال. تحدد اسأل. الله يخلي. العقيقة بالنسبة للولد أعلنت إذن أنها شاتين وللبنت شات واحدة طب لو أنا أرحي أعمل عقيقة الولد وأستبدل الشاتين ببقرة كبيرة هل يجوز هل يجوز لشخص أن يستبدل العقيقة التي هي شاتان للولد ببقرة أو بناقة أختار رأي العلماء القائلين بالجواز قياسا على الأضاحي فيجوز اشتراك سبعة أبيات في الأضاحي اشتراك سبعة أبيات في الأضاحي وكذلك قياسا على دماء التمتع والقران في الحج والله أعلم بارك الله فيك وفيك الله حفظك الله يا أبا عبد الله بن وثمان وعنك يرضى ربي أبا حزيفة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركات الله فيك بلد الشيخ الله يرضى عنك وياكم تفضل وعنك دلوقتي شيخ حدود المرأة للخروج من البيت يعني يجوز أنها تخرج برفقة صحباتها بتركب مواصلة نصف ساعة أنها تشتري حاجات للبيت وكده أو لنفسها بتركب حاجات مواصلة نصف ساعة الرفقة أمينة أم ليست بأمينة رفقة أمينة باستبانات بردو صحباتها يجوز إن شاء الله طب ولو تأخرت بعد بعد غروب الشامت هذه بردو ولا ما فيش مشكلة على قدر على قدر الحاجة يعني على قدر على قدر الأمان يعني قدر الأمان طيب ما عنيش الزوج عليه إسم في موضوع النقاط أنت مسؤول عن رأياتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم رأينا وكلكم مسؤولنا عن رأياتك مرحبا الشيخ عزة عزة الله يبارك فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى فضل أخبار حضرتك وبركاته الحمد لله بخير أخبار حضرتك يا شيخ إذا تكرمت علي بس أبويا رحمة الله عليه مات من حوالي عشرين يوم الله يرحمه رحمة الله ربنا سبحانه وتعالى كانت قد اتلوب تلاء النور يعني فأسأل الله أن يجعل ما رأاه في موازين حسناته اللهم ما أمين يا رب يعني باختصار شديد وكانت رجليل اتنينة بطر وجلطة في المخ وعدة أمراض سلمنا يا رب والمسلمين ومسلمين في مزال حسنات إن شاء الله يعمل في العالم ولكن أنا حاسس بتأنيب ضمير لا يعلم بي إلا الله بسبب بسبب يعني أنا أبويا بقاله خمس سنين من بداية التعب وأنا ملازمه يوم بيوم دقيقة بدقيقة أقسم بالله العظيم تحت رجله لكن الشهر الأخير أنا كنت مشغول بشغلي حضراك سماني أسمعك أنا كنت مشغول بشغلي كنت مشارك واحد ونفصلنا فكنت مشوف مكان جديد عشان نفتح شغلي خاص بيا محل عطاء رب وكان فيه تنين شباب الله يجزون خير يا رب كان واحد بيجي وعد معه طول النهار والتنين طول الليل أصحابك يعني أصحابي ومكانه جايين من طرف إخواتي يعني عشان إخواتي في مكان تاني غير اللي إحنا فيه وكنا يعني إحنا كلنا معي يعني تتناوب خدمة الوالد ففي إنشغالك أتيت بسنين يخدماني أو من قبل إخوانك يخدماني أيوة أنا ظروف المادية مزال إخواتي ربنا ميسّرها عليهم وما كناش بنفرق اللي بيعمل حاجة بيعمل وخلاص ده بونا النهاية يعني أيوة أيوة في النهاية يعني محدش فينا بيتكلم التاني أنا جدت أو عملت أو سوى ما فيش الكلام جا بيننا الحمد لله اللهم لك الحمد تمام ولكن أنا حاسس الأسبوع الأخير أنا أثرت معايا يا ساطورة الشيخ أنا حاسس يعني إن أنا ما كنتش بانبو إن أنا ما كنتش معايا إن هو قالك كذا مرة يا أخي أنت تعمدت التقصير في حق أبيك أقسم بالله يا شهر الله ما حصل خلاص لا توسوس الله يحفظك ادعي ونو واستغفر الله النبه لن يجدي أعمل استغفر له أعمل له عمل صالح تصدق عنه أقسم بالله خلاص يا أخي لا تقسم لي ما طلبت منك تقسم لي دي بينك وبين الله فالله النافع ما النافع له الآن التباكي والنبه مش هينفع الذي ينفعه تستغفر له تدعو له وتتصدق عنه تعتمر عنه إن استطعت تشوفه النافع أما وساوس إلغي الوساوس الله يشتر عرضك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك الحمد لله حالي طيب الحمد لله بقولنا حضرتك كان من يوميا هنا في مسجد السيدة طائفة من البهرة طائفة من أهل الزيغي والضلال هم البهرة طائفة من أهل الزيغي والضلال وعندهم شعب من شعب الكفر أياذا بالله كيف يتم استقبلهم في مسجده والله أنا أسأل الله لا أسأل الله لا أستقبلهم لا أستقبلهم لا أسألني عن طائفة البهرة طائفة الضلة مضلة نعم نتمية للشيعة والباطنية والإسماعلي وهم طرائق عيادة بالله مغلونة في الضلال بارك الله فيكم ادخل على النيت شوف 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 من هم البهرة ادخل على النيت شوف من هم البهرة كويس الحلال قد احتضل لا ده فئة من فئة الضيغ والضلال عيادة بالله منهم بني عاجز الشيخ مصدر نسأل الله اللي يدنس اللي يوسقوا البلاد يصرفهم عنا ويسخ مصدر حرال بتوضح لنا يعني الله يغفر لنا ولك يا أخي الله ينجينا وإياكم من هذه الفتن الله ينجينا وإياكم من هذه الفتن السلام عليكم السلام عليكم سعى طلوب ركا تفضل إنجيز جذبكم الله عنها خیل مبارك يياك يا رب وإياك تفضل شيخ مصدفاء أنا آآ الله يريك بيك أنا بأتكلم من تركيا عندنا jakiنا آآ أكبر بيكتب على جميع المنتجات بتاعته العنوان بتاع AWO وفي اسم الله عز وجل العنوان في كلمة عبد الرحمن riters متوبة بالحروف العجمية والحروف متصلة كلها ببعض اسم الدكان يعني ولا اسم اكياس نعم اكياس ترمة ولا ايه بالضبط لا مش الاكياس للأسف كل العبوات حتى اعزق الله العبوات الحاجات للصابون والحاجات اللي استخدم في الحمامات والله يعني نحن نحرص على ان لا يمتهن اسم الله سبحانه وتعالى ابدا لا يمتهن اسم الله ابدا ولا تكتب اسم الله في كاس وترميها احرص لا تمتهن اسم الله الحروف العجمية حتى لو مكتوب بالحروف العجمية بس مفهوم لدى الناس نعم طيب دلوقتي الوقت هنا بيأذنوا قبل الشروك بساعة واحدة اه وبيصلوا قبل الشروك بنصف ساعة فهل يجوز لا يعني هل الخيط الابيض من الخيط الاسود متى يتبين يعني لا يبرى بالخيط الابيض من الخيط الاسود هم هنا يتبعون الاذهب الحنفي ما لي بمذهب ولا بمذهب شافعي الان اسألك الان طيب دلوقتي الان من الخيط الاسود من الفجر لقوله تعالى نعم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذا كلام الله فاذا تبين دخل وقت الفجر وجازت الصلاة وامتنعنا عن الصياب ما تبين ننتظر الى ان يتبين اذكار الصباح والمساء انا اكمل لكلامي هب انهم يؤخرون الصلاة بعد تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود الاولى ان تقال الاذكار بعد الصلاة ان قالها قائل بعد تبين الخيط الابيض لكن قبل الصلاة له وجه لكن الافضل بعد الصلاة شكرا لك طيب فيه ذهب بينزل في البنك بشكل مكافأة ذهب مكافأة مكافأة على ماذا رمض قليلة جدا من الذهب انا ما اعارف مكافأة للمرابين يعني السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم فضلت الشيخ سؤال بعد اسم حضرتك تفضل دلوقتي انا بطلع رخصة في المرور تخرج رخصة من المرور تمام فكل التعاملات في المرور بالفيزا بتاعك البنك وانا ما عملتش اي فيزا وما بدخلتش البنك اصلا نهائي فضررت ان انا في ناس بتأجر الفيزا قدام المرور باخد منه الفيزا باسحب منها الف دنيئة او الفين بدفع بيها التعملات بتاعدي وبياخد عمولة هو على على الحمد لله بخير يا كتابة حضرتك لو والديتي مثلا بتشكلي من ابي اخي اخواتي نعم لو والديتي بتشكلي من والدي او من اخواتي ده كده ضيبة تعتبر من الضيبة يعني لو بتشكون من ابيك او من اخواتك والديتي اللي تتشكلي يعني تتحكيلي حتى الولد والديتك تزعلانة من والدك فتقول لك يا بنت ابوك اعمل كذا وكذا فيه اه من اجل ان ترفعنا هذا الظلم فاذا كانت مظلومة جاز لها الغيبة تجوز للمتظلم المتظلم يجوز له ان يتكلم في ارض من ظلم لرفع المظلمة جاءت هندو الا رسول الله قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي قال اخذي ما يكفيك ولدك بمعروف قالت عنه انه شحيح هو يقرى ذلك لكن لرفع الظلم جائز السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمحت كان عندي استفسار وكنت عايز عرف ايه رأيه بصقه فيه لو والد حصل شجار بينه بين بناتهم اللي اتنين وبعدين حلف عليهم قال لهم اكثم بالله العظيم ما هتروش معاكم عمره لمدة سنتين واموكم طالق يعني لو رشت عمره بقى عاكم لمدة سنتين يعني اموكم هتكون طالق لو طلعت عمره لمدة سنتين فهل هناك كفارة لهذا الحسان ولا لا اه كفارة يا مين نعم طيب معاني النية كانت عنده الطلاق اه والله ايه ده شاد اه والله انا ما اختار هذا الذي قلته لك طيب خلاص تمام جدا جزاكم الله كل خير وياكم السلام عليكم وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه شركة مصطفى انا قلت بكال محركة من تركيا الزهب اللي بينزل على حساب البنك ده بينزل على سبيل مكفأة بسبب الشراء بالكرت انا الحساب بتاعه حساب جاري وليس حساب بفوائد والكرت اللي بشري بيه هو كارت اللي عادي بتاع البنك اللي هو مش كارت اتماني كارت اللي بسحب من رصيد الحساب عندي مش مش بسحب من من حساب البنك او طيب بس ازانك تمهلوني حتى اسأل غيرك يوضع لي باستفادة طيب ما عليش عذرا في صلاة الفوائد او يعني قضاء الصلوات الفائتة اي جوزة حتى في اوقات القراعة اي نعم لان النبي عليه الصلاة صلى الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر وبعد العصر وقت كراها نعم نعم فلم يدرك انه صلي تحية المسجد قبل الفريضة لا ما ينوي ما ينوي تحية المسجد ولا شيء خلاص واذا صلى الفريضة امتثل ان ما فيش حديث عن رسول الله في حاجة اسمها تحية المسجد انما فيه اذا دخل احدوكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين سماوها تحية المسجد لكنها الذي صلى الفريضة يعني امتثل الخبر امتثل الخبر فما في ده انك تنوي تحية المسجد طيب الحديث مطعمه من حرام وملبسه من حرام فأنا يستجاب له حديث صحيح وفي صحيح مسلم في سند رجل اسمه فضيل ابن مرزوق ومتكلم فيه لكن له شوادي وحسنوا بها السلام عليكم 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 السلام ورحمة الله وبركاته بقول لحضرتك في شركة الصناعية الكبرى في مصر بتنتج زجاجات الإزاز في جزء منها بيروح لمصانع تعبية الخمر فهل الشغل يجسيها ولا لا؟ يعني هي بتصنع زجاج نسبة المصنع لمصانع الخمر كان في المئة تقريبا؟ يعني ممكن 10% اشتغل في الشركة لا في شيء يعني إن شاء الله ماشي لو أكتر من 50% لا بتعد كنا متخصصة للسطناع زجاجات الخمر أه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حضرتك خام الشيخ؟ طيبة الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا يعني أعطيك خفحة الحمد يا رب الله يجبك أقول لحضرتك خام الشيخ أنا كان في واحد كان مؤجر مني الحل وبعد كده ما كملش مدته يعني فلما جاي يطلع فلما جاي يطلع أنا قلت له إن أنا هتفعلك مبلغ من التشتيب ده كمساعدة مني لي يعني وبعد كده يعني أنا اتأخرت إجاري المحل كتير وبعد كده قدرت بقيمة أقلم كتير فهل أنا لو أنا قللت المرض لك اللي أنا قلت له عليها الدهول وده يبقى فيه خلاف للوعد؟ آه خلاف للوعد طبعا خلاف للوعد؟ آه آه والله السلام السلام عليكم خلافكم السلام عليكم كنت بكلم حضرتك والخطة قطع على الغيبة أنا مش تقيد اني انا رد مظلمة هو مجرد اني يتفضق كلامي يعني هه؟ نعم أنا كنت بكلم حضرتك على الغيبة الغيبة أنا مش تقيد اني رد مظلمة هو مجرد اني بستمع يعني آه نعم نعم يعني بالشكل يعني أمك بتفضت فضلك تقولك يا بنت ابوك عمل فيه يا كده وانطهاني في عشتي يا بنتي يا بنتي كلام زي كده تلفز عن نفسها كمظلومة ما عليها مشكلة موسيقى الله يبارك فيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حالي طيب الحمد لله أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا له الله معنى يا رب العالمين شيخنا يجوز أن أد الفوائد في أوقات النار يجوز قلنا لك الرسول صلوات الله وسلامه عليه صلى سنة الظهر بعد العاصر الفوائد من باب أولى تماما شيخ بس عند اكتراح ممكن اكتراح عليك أتفضل شيخنا ممكن بس عايزين بس لو تم الفواتفون كاش يعني إنسان في الدعوة الله يغنينا وياك من فضله والله ما عرف كيف يستعمل الله يبارك فيك ما عرف كيف يستعمل وليه تلفونات يا عبد الرحمن لا أعرف كيف يستعمل ولا أدخل فيها الحمد لله ربنا يغنينا وياك من فضلنا وكذاك الله خيراً هذا حتى بس أطلع الأقوة على أتيفي حتى يعزرني في عدم الرد لأي سبب هذا تلفون يا أخوة الذي هو إرسال واستقبال فقط غايته يحفظ المكالمات المتصلة فإذا أرسل شخص رسالة طويلة نصية أو أرسل صورة أو أي حاجة ما يستقبل هذا وهذا الحمد لله حبيب إلى قلبي لأن منيحني من المسائل الشتة الحمد لله فأشكرك والحمد لله في ساعة جزاك الله خيراً نشكرك بارك الله فيك السلام عليكم أشكرك والحمد لله السلام عليكم السلام عليكم أتفضل إذاك الشيخنا عمل إيه؟ نحمد الله ونشكره بنحبك معلش إن شيخنا أو حضر لك إحنا مثلاً بنلعب رياضة كنس طاولة مثلاً ففيه في يوم مثلاً آآ راجل بيجمع الناس وبيلم يومهم اشتراكات على سبيل المسابقة يعني مثلاً بيدفع كل واحد مية جنيه يلم مثلاً من خمتين وعا كده بيدفع إيجار الصالة وبيشتري جوائز لأربع لأربع الفائزين لا يا جوز نعم؟ لا يا جوز لا يا جوز؟ أي يوم انتو بتاخدوا الجوز من زي فيها جزء من المقامرة نعم يعني هو بيدفع الصالة من الفلوز دي وبيشتري جوائز لأربع لأول أربع فائزين لا يا جوز اللي جار فقط لا بس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياك يا أحمد السلام الحمد لله بخير لك السلام عليكم تفضل أنا كنت في تهابي منذ عشرين يوما اللهم بارك ولا تضر الزفاف إن شاء الله يكون بعد التشور إن شاء الله تعالى الزفافة إن شاء الله يكون بعد التشور الله يتم عليك بكل خيرين فشددت أنا مراتي في التلفون مولانا نعم شددت في الآتف إنت مراتك فقارت تطلقني لسه صغيرين يعني شهرين عشرين يوم آه والله خلصت بالثلاثة خلصت بالثلاثة تقصد أنت تطلق بالثلاثة خلصت بش تطلق لكن يا تقصد إيه خلصت أنا نيتي ليس ذلك يعني قلت لها خلصت بالثلاثة ولا خلصت ولا إيه نظامك خلصت بالثلاثة خلصت بالثلاثة وأنت لا تقصد تطليقا لا العصد شيء أنا كله طلع من نفس لا عصد شيء لا تقصد أي شيء ونيتي ليس ذلك لا نية ولا لفظ نعم لم تنوي ولم تترفز بصريح الطلاق نعم لا يقع لا يقع عشر أي خلصت بالثلاثة ما خلصت طب السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يحفظك سؤال يا شيخ أنا كنت بالجامعة طبعا كنت بصلي بس كنت بصلي كنت مش كت كنت يا أخي كنت 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 المصرية خلط كنت أنا كنت في الجامعة مش كنت في الجامعة لا حاضر يا شيخ فكانت صلاتي أنا كنت بصلي ايه فكنت الصلاة بتحتي كانت سريعة يعني كنت بصلي بسرعة طيب فهل في الخمس سنين ان انا اقدتهم في الصلاة دي يعاد الصلاة كلها تاين لا لا تعد ولا شيء أحسن صلاتك فيما هؤات الله يحفظك ما لعيد والله معناتك بصلي بارك الله فيك بارك الله فيك يا شيخ يا باخر بارك الله فيك يا أم عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك فضلت الشيء الحمد لله معلش تسأل حضرتك كده تسألة بسرعة بس حضرتك كتبس عصادرك شوية الله المستعاد الله المستعاد بص حضرتك عارف اللي بيعملوها في البنوك ها فيزة فيزة المشتريات فيزة المشتريات مال الفيزة طيب الفيزة دي مثلا ان انا عندي عربية وعايز مثلا اشتري كويتش على مثلا بيعملوها على سنة وعلى سنة او سنة ونص وبيغلت مصاريك اليدارية مثلا بينفع اشتري بيها انت توصيفك للسؤال صح ولا انت مزيف في السؤال هما فيزة المشتريات دي بيعملوها حد يديك لمت معين ايوا لمت معين يعني حد معين وبعد كده اذا تأخرت ياخدوا فايدة ايوا يعني في جزء اسمه فترة سماح اذا كنت تتحرك في فترة السماح لا بأس عليك طيب لو خدنا هي ممكن تسحب منها برضو فلوس مترجحة بخلال تمانية وخمسين يوم من غير اي فوائد خلاص لا بأس علي زكاة بين الفوائد لو بأس من دول فوائد مهاب وائد السلام عليكم مرحبا يا مهاب السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا شيخ وليد عبد الحميد هل وليد انت وليد صندوب ومني صندوب ولا لا يا وليد تفضل السلام عليكم تفضلك السلام الله وبركاته اتفضل يا حبيبي حبيبي الله بلك السؤال الاول كيف نوفق بين حديثي من سنت في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى اخي الحديث وبين حديثي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو لد السنة غير الاحداث السنة الحسنة تختلف عن الاحداث ادخال شيء جديد في الدين واذا عرفت مناسبة الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة في الاسلام سنة حسنة ترى ان هذا كان احياء لشيء غائب او اميت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع اصحابه فجاءه قوم من غطفان مجتاب النمور فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليهم من الفقر والفاقة تلى الآية يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقاكم من نفس واحدة والآية الاخرى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لقد فذاب رجل من الصحابة جاء بصرة كاد ان يعجز عن حملها فيها مال فالقاها امام رسول الله عليه السلام فلما فعل ذلك تبعه سائر الصحابة فاجتمع امام النبي كوم كبير فسر وجهه واستنار كأنه مذهب فقال من سنى في الاسلام سنة حسنة فله اجرها فالتصدق هو امر لكن بدأ به فتبعه الناس ليس اقتراعا في الدين بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رد السلام كاملا كما سلمت عليك كاملا ولا تبخسني حقي واعلاكوا يصري اتفضل احبيبي اا لو سمعتك على الشيخ انا عندي دصار بسيطة كواه نعم انا شغال مهندس اتصالات مهندس اتصالات ماجي احبيبي واي اا قدامي فورصة تعمل اا اشتغل مهندس اتصالات في احد المنقى المصري اه اذا ما حكم العمى ابتعد احسن لك ابتعد احسن لك القليل الطيب خير من الكثير المشتبه السلام عليكم اتفضل هي ملتزمة بس الظروف برص انها ترجع وظروف والدها عايشين حالية في بيت اخوها واخوها للأسف يشرب الخمر لايقيم الصلاة والدها مسامحوا في كده الولد الصغير السؤال ما السؤال السؤال هي عايزة تمشي وتسيد تخرج تروح تعيش مع زميلات لها ملتزمين تروح مع زميلات لها ملتزمين عشان البيئة هناك مش كويسة لها ببص الخموغ والمعازف بس لولدها غفل الناس بالبيت هل من حقها؟ ملتزمة خمار يا بيت اخيها الخمار يخشى عليها من اخيها ومن ضيوف اخيها ولا ايه بالضبط؟ من اخيها من اصدقاء ويخشى عليها منهم؟ يعني من اصدقاء وليس اخيها شخصا ايه ويعني يخش عليها من اصدقاء يقومون المعازف والشرب عفلات المعازف والشرب في البيت في الحريقة دات البيت وهي تريد ان تنتقل لمكان امن حفاظا على نفسها وعلى دينها تنتقل تنتقل لا اسم عليها خلاص ولو ولو قال لا ذلك هتعد في قصة وكر فيه ذئاب لكن واحد لا ابوها ينفعز اعتد عليها شخص من الفجرة السكاء السكارة بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته احبكم في الله شيخانة احبك الله لذاحبت انا فيه اه شيخانة انا من المؤخرين لصلاة الفجر ولما قلت للامام بتاع المسجد بتاعنا بعد الفجر فيه خطأ فجال انا عارف وفيه خلاف في الامة واحنا مشين زي ما الناس مشين يعني الخلاف انت بتاخد باي رأي انت عايش واحنا مشين زي ما الناس مشين بتصلي بعد الفجر بكام تقريبا بنصلي بعد الفجر بربع ساعة تقريبا صلي معهم وانت صلوا متقدمين اوي اعاد الصلاة في البيت مش مشكال لكن صلي معهم يعني لو هصلوا متقدمين انا عادي ممكن هنصليهم فلت كان التقدم واضح صلي في البيت تاني مرة ثانية لكن ما تطرك الجماعة والله يا كبير السلام عليكم الحمد لله طيب الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رب افتقعت الله جميع بالله عليك يا شيخ يعني انا عندي مشكلة كبيرة واتمنى قررت افتلي فيها انا كنت متزوج وكنت الاسف توارفت من بعض الاقارب حلفان للطلاق الكثير جدا فكنت دايما احلف على جديد مثلا بالطلاق فالالطلاق بس انها تحملي كذا رابطلاق مال نرايح كذا رابطلاق من على نعمل كذا معاي يا شيخ معك فاجيت في مرة مرات عصرتني جدا عند زوجتي خرجتي يعني كنت فاحلة عجيبة جدا من رائد الجنون فاقلت لي انت طالق 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 هل فقدت التحكم في نفسك او كنت متحك wären في نفسك لا افقدت خلاص او كنت في حيئة الجنون يعني خلاص يعني السؤال بس محدد هل انت فقدت التخكم في نفسك او كنت متحكم في نفسك متحكما في نفسك. فقط التحكم في نفسك. لا يقع طلاقك. طيب يا شيخنا. في لسه برضو معلش الاوعاتك باتتسمح لكمل بس معلش نقاس فيها. فجينا برضو فترة في وقت ما لو جات فكانت زوجتي عايزة تكمل مسلا درجات عليا فقولت لها اه مش هتكملي. تمام? فاصار دعيت لأ هكمل فراحت عند ابوها فقولت لهوها كده نصلا في التلفون بنتك لو راحت بجموعة البطالق بالتلاتة. وانت ناوي. والله انا كنت ناوي. بش حاجة بعيد. اه خلاص عند الجمهور رأي الجمهور يعني. تحسب واحدة. طيب وطلقتها بها غيابيا بسبب المشاكل ديته وتزوجت. اه. فانا الان يعني عايز انا تجعزوش تنين. يعني انت طلقتها دي المأزون ولا لا? طلقتها بمأزون هي بقى. اي محسوبة واحدة يعني. اثبت تطليقة واحدة. اللي هي الاولى يا شيخ اللي وانت ناويها انت طالق ديته. ها? اللي هي عند المأزونة ما اصبح حضرتك يعني? مش انت كتبت عند المأزونة طالق خلاص? اي مزبوط يا شيء مزبوط. طيب خلاص. في اسر قولك لها ان عملت كازا تكوني الطالق. مزبوط. مش معسوبة تطليق طيب. ما المطلوب مرة ثانية? حرضك هل يجوز ان انا ارجع زوجتي تاني ولا لا يجوز? مش اي مكتوب تطليقة واحدة? انا مكتوب او. با اينة? ايوة. تراجعها بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. الله يبارك فهم ركش. عقد جديد صداق جديد ولي وشهود. الله يبارك فهم ركش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخكم? الحمد لله. الله يفعك عباك ركش. يا رب وإياك حبيب. شيخ ما عندي سؤالين? صدر. هل الاسم شرط في العقيقة? والله تلك مسألة خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يستعمل القياس ويقول تقاس على الاضحية ومنهم من يقول ليس فيها نص ملزم. انه الذي ورد على رسول الله شاتان مكافئتان. فالذي اختاره الاخير. والله على. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاكونا الفاضل. اتفضل. السلام عليكم فيك. انا طبيب اه اه فتح الادة البطنة. اسمها من اشعة للناس بذيونية بسألة كل مسار الخارجي. طيب. مع العلم اني مش اجيدها مية في المية. هل عليها حقما تبس لبقاتي الحرام والحياة. لا يعني كيف لا تجيد الاشعة وتعملها للناس ده قبل. اجدها حوالي تسين في المية. ها? اجدها حوالي تسين في المية. لا اجدها مية في المية. والله يعني انا ما اه يعني استطيع في في علم الطب يعني ان انا اقول لك يعني انت اتعرض حياة الناس للخطر. حتى لو عشرة في المية لازم تتقنها. الله يوفقها. اجدها. خد جزء وتصدق. تصدق بجزء. تصدق بجزء. وكل خارجي بفة متين جنيه. ادعم لها يربع تلسين جنيه. ما احنا لكم مشكلة دي مسألة تاني انك. العشرة في المية لان دول اتجي الاختبال تقل فيها. على كل حال تصدق بجزء. ادعم لها. احنا فكاء الله عافوا عافوا انت بتعمل لها بثلاثين جنيه و هي برة بميتين. реально. نعم. احنا فكاء الله عن ما سلف. ولكن لا تعود الا اذا اتقنت. الله يسلم. والله كبير مثل يا شيخ مصطفى الجهد. السلام عليكم. عليكم سلامة الله. زيكا شيخنا. الحمد لله بخير. اه لو ساعد يا جنوب تبسأل اه كان اه كنت حلفت قبل كده على اه انت بتتكلم كان زبطي بره في بيت. بعض الماء يا عبد الرحمة ما انها تصال. ان اه ان هي مش هترجع الا بالطريقة اللي انا عايزها. ايه. ايه. وفي الوقت ده يعني يا الحقيقة ما كانش فيه في دماء حاجة جير ان هي اه ترجع على نفس المكان اللي كنا عايشين فيه. وانها اه تعتذر مثلا حاجة زي كده. ايه. بس انا مش متذكر بالضبط هل ترجع للإقامة ولا مجرد الربوع نفسه يا اه يجزي ولا جينا بعد كده فألت كده. اظن انك مواسوس. بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك الشيخاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شكرا. ما فيك يا حبيبي. اه سؤال حد. سؤال حمرك اللي بخصوص الذكاء. اه كنت سمعت ان اه ان انا مثلا لو جزكي. يطلع ذكاتي كل اول رمضان. فمن اول رمضان اللي فات. اول رمضان القادم. ان شاء الله. مش لازم يعني المدلة اللي يكون عدى عليه السلام كلا. يعني السلام السلام دي. هو هي دي اللي يطلع على الذكاتي. رمضان صحيح? اهد سؤالك? لو انا بطلع ذكاتي كل اول رمضان. وحسن من رمضان. وبعد. اه اه واحد رمضان اللي فات. طيب. واحد رمضان القادم ان شاء الله. ان شاء الله. المبالغ اللي دخلت من فترة دي. هي دي اللي يطلع على الذكاء والنجم يكون مبلغ دقاء. يعني دخل اه المبالغ التي دخلت لك هذه. مكسب من المبالغ الاولية ولا دخل جديد من باب اخر. اه يعني طاردة ناشيخ اه اه قبل واحد رمضان القادم هيكون بخلي مبلغ ابلغ بشهر وبشهر وبشهر. افهم افهم. يعني دخل مكسب ربح للمدل الذي معك اصلي ولا دخل من مصدر. اه نعم. يعني المبلغ الذي دخل جديدا. دخل ربح من المبلغ الاصلي ولا دخل من مصدر تاني. لا انا عندي شركة وبيجي لكل شهر مثلا. كيف تزاوده على التاريخ؟ لا يبقى كده لازم تزاكي الجميع تزاكي الجميع. ايه. لكن لو في واحد مثلا على سبيل المثال جابلك هدية مثلا خمسين الف جنيه في شهر الاشعبان. ممكن تنتظر باسي سنة. لكن لو خمسين الف انت ربحتها من من شغلك بالمال الذي معك فالمتولد منه المتولد منه ويأخذ حكمه. يزكى. على سبيل المثال الرسول عليه السلام لما كان يرسل واحد يجمع زكاة الغنم. كان هذا الشخص يدخل للزريبة. يعدي فيها كم شاء. ما يقول له ماتا ولدت ولا ماتا جاءت لان المتولد متولد من الاصلي. انت فهمت كلامي. يعني فيه فارق الان انني دخل لخمسين الف جنيه ربح من المبلغ الاصلي. وباني دخل لخمسين الف جنيه هدية من واحد. الهدية من واحد دي تنتظر باس سنة. اما الربح الاصلي. ربح من المبلغ الاصلي يضافه الى رأس المال. ويزكى في وقته. يعني انا 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 في اول رمضان من الدفاع ده شكتماعي مكتر مئة الف. فكل شهر يدخل من الشركة بتاعتي بعض مئة وخمسة تبعمية وعالف. نسوه يدخل ربح من الشركة. ربح من الشركة. ايوة. اطلع الجميع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. اتفضل يا حبيبي. والله يا اخنا لا نحب الانضمام لأي جماعة نحن مسلمون. ونتأخى مع كل اهل الاسلام. ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. اي في هذا القرآن ايضا اسمكم مسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بما سماكم الله به. هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فانت تتأخى مع كل المسلمين. مع كل المسلمين. وتختلط بالصالحين. ولا تلزم بالدخول فاي جماعة. بالتعاون معهم يا خي. تعاون مع جميع المسلمين بما يرضي الله. على حسب قدراتك. ولا تحكر نفسك على طيفة معينة. لكن لو عزرك بس عن حدث ايه. فتخص منهاكم. يعني اشوفها بات الصفحة ولا غلط. يعني مثلا اه كلمة الخروج في سبيل الله. هذا غلط. الاصطلاح غلط. لان سبيل الله هو الجهاد لإعلاء كلمة الله. فلذلك اذا هم البسوا فعلهم لباس في سبيل الله سيكونوا من مصر في الزكوات. ويطلع بعض سفر الكويت سفر استراليا من اموال الزكاة. هذا بهذا التوصيف. لكن نقول سبيل الله الجهاد وتوابعه لآلاء كلمة الله. طيب يا شيخ ما اتأل اخير معنا. اه. اه. يعني حديث من اطاعاني من اطاع الله فقد اطاعاني ومن اطاع اميري فقد اه. من يطع الرسول فقد اطاع الله. الحديث ده هم بيستدلوا به على انه يكون امير موجود للجماعة ومطوع في كل حاجة. من امير الجماعة منه? هم كان امير هم امير واحد. ده فيه هم جماعة واحدة. طيب فيه امير لجماعات السلفية او فيه امير لانصر السنة او امير للجهاد امير للاخواء المسلمين امير. كل جماعة لها امير. اعطيه مين? الامير له له صفات. امام ممكن. يشعر اليه بالاصبع هذا امام يتقى به ويقاتل خلفه كما قال الرسول الامام الجنة يتقى به ويقاتل خلفه. ام واحد ياخد مجموعة من الناس والله من اعمركم وتسمعه ويطيعه لي? لا لا ابدا. بعدين اعمر الا خلى واحد في باكستانيا يكون امير عليه يعني. مش كده ما بيحتاج لحد الناس السنة بذا كنتم في ثلاثة سنة. ضعيف. لا يسبط على رسول الله. اذا كنتم ثلاثة في سفر فاميروا احدكم سندوا ضعيف وامارة السفر تختلف. امارة السفر تختلف عن امارة الحضر. الله يبارك فيكم. ما تدخل اي جماعة. كل المسلمين اخوى لك. الله يسلمك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي خدتك? انت سارة ابنت ابو سمير. نعم. اتفضل يا سارة ابنت ابو سمير. حافظتي ايه صورة ايه بعد الشورى. انتك الان في صورة الشورى. لعلك وصلت الى جزء وفصلت. اه انا انا عندي انا عندي المعرض في العنكبوت. عندك ماذا? جزء العنكبوت. اه اه وصلت الى العنكبوت? نعم. طيب سمع لك يعني? اه اه جزء العنكبوت. حافظت صورة العنكبوت? العنكبوت والروم ورقان والفصل. العنكبوت وماذا? والروم? ايو? ايو? والفصلة. ماشي. واخضت من صوتك? واخضت من صوتك. ان انا انكرى الاصوات لصوت الحدية. الم تروا ان الواع دخل لكم مات السماوات ومات الارض. واصبغ عليكم نعمة واحدة وباطمة. ومن المساة من ايجاد تفتاني بغي العنك. ولا هدى ولا جزء ايجاد. حاسبك انتظري. الله الذي خلقكم من ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف. اكملي. اكملي. وقال الذين اقول تبايل العشوة والاجبال. انا قد بكتهم في ككاب الجاه الى يوم. يوم البعث براكزنا. حاسبك ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. وهو العزيز والعزيز وهو العزيز الحكيم نحسنت وتلك الأنسان ونظره وما يعقل خلاص مبروك عليك صار هذا الحفظ الجيد أسأل الله أن يجدك فهما وقل لأبوك وأنت جلسة في السعودية في جدة يزود الجارة اليوم ل150 ريال معلش يعني خلاص بارك الله فيك أبلغ الوالد السلام أشكري أمك إن علمتك جزاه الله خيرا السلام عليكم السلام عليكم شكرا من فضلك هل لو الواحد قال اللهم نجح ابني إذا كان في ذلك خيرا له هذا التعليق التعليق يا أخي تعليق الدعاء ده غير وارد ما وارد إلا في موطن يعني الله منجح ابني كان في ذلك خيرا له وسأرصبه إن كان في هذا خيرا له ما كده الخليل قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ما قال وارزقهم إن كان في رزق خير وقال الرسول لأناس ابني مالك اللهم أكثر ما له ولده وعطي العمره وبارك له فيما أعطيت ما قيد ذلك إن كان ذلك فيه خير الله التعليق هذا ما ورد إلا في حد علمي في موطنين الموطن الأول صلاة الاستخارة الموطن الثاني اللهم بعلمك الغيب وقدراتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفاني ما علمت الوفاة خيرا لي هذان ما وطناني فيه متعليقان أما غير ذلك لنعلق الدعوات لا يقول لنا أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت والله مرحمني إن شئت آزل مسألة قل اللهم اشفني إن شئت الرسول قال إيش في أنت الشافي ما قال إيش فيه إن كان في شفاء خيرا له السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم رحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته أم الشيخ لو سمعت أم الشيخ لو أنا على طريق سفر راجع من سفر نعم عفوا لو أنت إيه طريق سفر يعني طريق سفر وبعد ويدن علي الظهر في الطريق وأذن عليك الظهر في الطريق ينفع أصل للعصر برضو قصر مع الظهر ينفع ينفع حتى لو عارف أن المسافة حتى لو عارف إنك توصل قبل العصر يجوز لك أيضا ما وصلك دور للعصر ما صليش الثاني خلاص لا خلاص شكرا الله يكيمك حبيبي محمد ابن مبروك بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فدل أحسن الله إليكم يا شيخنا وإليكم أحسن ربي جزاك الله خلها يا شيخنا أنا طالب بكلية الطب وأضط بالعلم الشرعي وخصصا يعني علم العقيدة والحديث وكذا ومن ترعى فضلتك فأعيني سؤال جزاك الله خير يعني إيه يعني ما فائدة التقديم إنك طالب في كل الطب يعني ما الفائدة خلينا صراح مع بعض كده يعني وعلي خديدكم بنفس خطط ماشي حبيبي تفضل الله يمكنك نفسه عمرك شيخ السؤالي شخنا هل يلزم على المحدث إذا علل حديثا وكان موجودا في كتب الصحاح أن يسبق بإمام أم يجوز له أن يعله أو يضعفه بدون إمام سابق له في ذلك المقامات تختلف نعم المقامات أحيانا تختلف لأنه أحيانا يبحث على قدر جهده واستطاعاته فلا يرى الحديث في كتب العلل لكن إذا دقق وتحرط حاليا أكثر في الغالب سيجد في الغالب فتكون المسألة مسألة قصور في بحثه في كتب العلل طب يا شيخنا جزاك الله خيرا الحديث اللي بصدد بحث اللي هو موسى وملك الموت هل سبق إمامه بإعلاله؟ البخاري يا أخي ذكره موقوف إحنا قلنا إيه هل إحنا هل أنت سمعتني قلت إنه ضعيف قلعا واحدا كده ولا حكاية الوجهين الإعلال مهو موجود في البخاري كده البخاري نفسه صدر الباب صدق في باب وفاة موسى صلى الله عليه وسلم كتاب الأنبياء من صحيح البخاري كتاب الأنبياء من صحيح البخاري في ذكر موسى عليه السلام باب وفاة موسى عليه السلام ذكر البخاري الحديثة من طريق معمر عن طووس عن أبي هريرة تقوله من كلام أبي هريرة في النهاية أورد طريق آخر فيه عن أبي هريرة همام عن أبي هريرة عن رسول الله فأورد الطريق الموقوف فهو أورد الطريق المرفوع هذا اللي حكيناه بارك الله فيك البخاري نفسه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل شهنة أعزنا الخط كان أطع بك تفضل شهنة بس كان موضوع اللي هو التراح بتاع فتفون كاش جزاك الله خيرا أجبتك الله سلمك شكر الله لك وبارك الله لك جزاك الله خيرا الله بارك الله جزيك كل خير ويزيدك ولا ينقصك وبارك لك بارك الله فيك شلام عليكم السلام عليكم عليكم نعم مرحبا مولانا ازاك الله فضل الجنة يا رب أمين الله يكلم ازاك الله خير الله يحسن عليكم عزمك مولانا في كده سؤال ازاك الله خير صدل الله يحصدك لو ابتي انا اتفتت مع واحد نعم السعودية ماذا اتفتت انا واحد اتفت انا واحد السعودية ان انا اشتغل عنده بنسبة مع راتب ايه كوي شيء طيب بعد ستة اشهر اعطاني راتب تلات اشهر وبعد ستة اشهر جل انت ملكش راتب عندي ولا انا ولا الشباب اللي شغلين معايا يعني قال ايه يعني قال ملكش راتب تبديك نهزبه بس طيب خيارك طيب ممكن بعد وقت ان انا اخد اطلع الراتب انا والشباب لا 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 عفوا عفوا هو لما قال لك هذا الكلام لما قال لك هذا الكلام قل له خلاص انا استاذن سأفارقك بالمعروف انقل كفلتك او ترضى بالواقع هو بخيرك الان قال اخي انا وجدت الراتب مع النسبة كبيرة علي فلن اعطيك الا النسبة اعجبك اعجبك ما اعجبك انصرف لكن يصريحك اما تشتغل معه وتوفقه فزار تسرقه لا 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 ينفعش هو بيين لك وانت لم تبين له اذا كان ظلمك فيما سبق خذ قدر المظلمة لكن في موقعات ويخيرك الان السلام عليكم عليكم السلام عليكم يا شيخنا فضل كنت وريد بس اكمل كلام الله كيف والخط اه في نقل شيخنا احسن عليكم عليكم عن ابن قدام المقدسي رحمه الله اه انه قال ومن وضي هذا الحديث يعني اه اغض ما بقال فهو ضال مبتدع وكذا يا اخي يا اخي فهم الكلام انا قرأ الكلام يا اخي انت تقوله كله نعم وقرأ كلام الحافظ ابن حجر في الفاتح واني بيقول انكروا بعض المبتدع هذا الحديث وتعللوا بعلن منها وقوى جهمي ومول يا ايه كل تكلم يتكلم انا بتكلمك انه رؤية مرفوع نورية موقوف هذه مهمتي السندان اه المرفوع صحيح والموقوف قوي الموقوف قوي واقوى من المرفوع نعم بس هذا اللي قلناه ولا ايه اللي بخلينا نقول نقولنا هذا الكلام اسبر علينا بس خلينا الله يزد عليك اصلي ما بحبش التشويش الكلام مختصر واضح تمام الوضوح قلت لك الحديث رؤية مرفوعة موقوفا اولا عند البخاري وعقبه بالرواية المرفوعة اين هذا الكلام في البخاري موجود في البخاري في كتاب الانبياء ذكر موسى عليه السلام باب وفاة موسى عليه السلام اورد البخاري طريق معمر عن طوص عن ابي هريرة قوله وبعد ان انتهى من قوله قال وقد رواه فلان اظن عن همام عن ابي هريرة عن رسول الله المنبه عن رسول الله المتكلمون بيتكلموا في شيء ان همام هذا قد يروع احيانا الاسرائيليات فهذا بعض الكلام اللي فيه المحدثون شيخ نحفر بن حمل وغيره اه ذكروا همام وقالوا انه ثقة صدوة ايوه ما اختلفنا في انه همام ثقة انا ما احد يا اخي في صحفة اسماء صحيفة معمر عن همام عن ابي هريرة صحيفة ضخمة هائلة المتن من عدة وجوه غرابة المتن ما كان ملك الموت يأتي في صورة بشر للناس اذا استثنئنا نقول هذه خاصة بموسى صلى الله عليه وسلم الامام احمد المحمد شيخ نقال وان نبت عن الاسماع واستوحش منها المستمع فعليه الامان بها اه صح كلام ده كلام الامام احمد على عين وراسي كل كلام في حال ثبوت الخبر اذا ثبت الخبر عن رسول الله كل شيء يهون ما في اي لنا اي رأي لكن انا قلت لك الكلام مختصر اكر المرة العشرة الان الحديث روية موقوفا من كلام ابي هريرة ورؤية عن ابي هريرة تعرسوا الله من وش اخر خلاص يا اخي الله يبارك شيخ الله عليكم خلاص كده هولي يبارك اكتر من كده انا ذكرت الاخوة يا عبد الرحمن البخاري صدر الكلام بالخبر الموقوف قال في النهاية واخبرنا معمر عن همام عن ابي حدثنا ابو هريرة عن نبي صلى الله عليه وسلم نحوه فالذي ساقه البخاري مطولا الموقوف وكلمة نحوه لا تعني النحو في كل شيء في كل كلمة انت خطب بالك يا عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام الله يا رب اياكم تفضل يا رب انا كنت صارت حوالك قبل كده شخنا بس تتصال اه مكملش اه حلفت اه كاني بزوجتي خارج البيت وحلفت ان اه بالطلاق انها مش هترجع الا بالطريقة اللي تنسبني ووقتها بس كانت انها هترجع على البيت يعني كانت ايه الطريقة اللي تنسبك يا حبيبي يا معقد المهم عزنا كذا سنة وهي الطريقة في وقتها اللي هي كانت ترجع على البيت بس الحقيقة انا مش متذكر وقو ما قررتش يعني ترجع اقامة وهي ترجع او ما ترجع او يعني الرجوع نفسه ساعة او ساعتين يكفي ولا لازم ترجع اقامة كاملة وتقعد بحيس انه الطلاق كده لا يقع انت كنت قلت ماذا اقلت نفسه ترجع بالطريقة اللي تنسي انا مش متذكر او كاف في الكفارة يمين وطلق لا يقع خلاص بس هو كان النية طلق عاية يا اخي لا تعقد المسائل ولا انت دار انت مش فاكر اه كما ان الزواج حصل بيقين لا يحصل الانفصال الا بيقين السلام عليكم الموضوع يا جماعة بعد القدر اجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لانعم الله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أصرفنا وما أنت أعلم به مننا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقينا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرفنا في أمرنا واثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهننا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا أجعلنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه واصلت لنا في ذرياتنا إن تبنى إليك وإنا من المسلمين اللهم ازدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهننا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالعروة الوسقة حتى نلقاك اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين أنصرنا يا خير الناصرين أحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وأكرم منازلنا وأسام داخلنا يا خير المنزلين اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء تقبل دعاءنا ونعوذ بك يا ربنا من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وأصلح أخائم قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطريق بخير يا الرحمن اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عفيتك وفجاءة نقمتك وجماعة ساقتك ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين اللهم صلى على نبينا محمد وعلي وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر